الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى بيوت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ليسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بعبادة النبي عليه الصلاة والسلام كأنهم تقالوها يعني رأوها قليلة قالوا وإن نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعني هذه عبادة النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى ونحن أشد احتياجا أن نتعبد لله عز وجل أكثر من ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد غفرت له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر أبدا وقال الثاني وأما أنا فأقوم الليل ولا أقعد وقال الثالث وأنا لا أتزوج أو أنا أعتزل النساء لما وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وجيء بهؤلاء الثلاثة وقال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا قالوا نعم يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم مبينا لهم خطأهم ومبينا لهم خطأ فهمهم قال صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني والله أخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد يعني أقعد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني الزواج سنة الأنبياء والمرسلين الزواج سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يتزوجوا وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن لا يرغبوا عن الزواج وأن لا يكون هناك امتناع عن هذا الأمر الذي به تحصل الذرية والذي به يحصل إعمار الكون بصورة صحيحة سليمة هذا الأمر الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بصورة خاصة وقال لهم صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة أو يعني من استطاع منكم الزواج فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء الزواج هذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم الزواج هذا لمن كان قادرا عليه لمن كان قادرا على أداء الحقوق كلها كل الحقوق لمن سيتزوجها وكذلك المرأة تكون قادرة على أداء كل الحقوق لمن تتزوجه بعض الناس يظن أن الحقوق مادية أو حقوق في علاقة خاصة ونحو ذلك مع أن الحقوق في الزواج أبعد وأهم من ذلك الحقوق في الزواج في معاملة الحقوق في الزواج في حسن عشرة وعاشرهن بالمعروف هكذا قال الله عز وجل الحقوق في الزواج بحسن معاملة وبحسن عهد وباعتراف بفضل وجميل ومعروف الحقوق في الزواج بتغافل بين الزوجين الحقوق في الزواج مراعاة كل واحد من الزوجين للآخر ويعني الأمر للحياة هذه كأنهما صار شخصا واحدا هذا الأمر نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءتهم رأة عجوز إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم لهذه المرأة ويقعد معها ويضاحكها ويسألها عن حالها وعن حال زوجها سيد عائشة لما رأت ذلك من حال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبت من حال النبي عليه الصلاة والسلام قالت له من هذه يا رسول الله من هذه المرأة التي تتحدث معها بهذا الود وبهذا الرفق وبهذا الضحك والابتسام منك يا رسول الله فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها كانت تأتين أيام خديجة يعني هذه المرأة كانت من صويحبات السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها وهذا كان بعد وفاة السيدة خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن حسن العهد من الإيمان حسن العهد من الزوجين من الإيمان اعتراف كل واحد منهما بفضل الآخر عليه من الإيمان الترغيف في الزواج بعض الناس يرغب عن الزواج ويكره الزواج لما يسمعه من مشكلات تحصل بين الزوجين بين الرجل وبين المرأة وما يراه من سوء عشرة بين الناس وكأننا صرنا نحاكم الزواج الذي هو ميثاق غليظ وهو تشريع إلهي من الله عز وجل صرنا نحاكمه إلى سوء أفعال الناس وصرنا نحاكمه إلى ما يصدر من الناس بصورة خاطئة وصرنا نحاكم شرع الله عز وجل بما يصدر من أفعال المسلمين بصورة خاطئة الزواج هو أفضل وسيلة لتحقيق العمران الذي أراده الله عز وجل في هذا الكون لا كما يقول بعض الناس أن الزواج هذا مشروع فاشل ونحو ذلك وهذا كذب وهذا محض افتراء وسببه إما أن الإنسان لم يفهم مراد الله عز وجل في هذا الأمر وإما أنه صدر له صورة خاطئة عن الزواج وعن تعاملات الأزواج مع بعضهم البعض الزواج وصية النبي صلى الله عليه وسلم الزواج من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو سنة الأنبياء والمرسلين كلهم لذلك بعض الناس قد يتأفف أو يرى في ذلك عيبا أو إحراجا أن يزوج ابنته من أحد يرضاه لها مع أن الرجل الصالح شعيب نكح وزوج بنته لسيدنا موسى عليه السلام كما جاء في كتاب الله عز وجل إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج إلى آخر ما ورد في ذلك أو في تلك القصة فهذا الأمر ليس عيبا أن الإنسان يزوج نفسه أو يزوجه غيره إن أراد وكذلك المرأة يعني ليس عيبا أن الأب رأى إنسانا يراه صالحا ويحافظ على ابنته يراه يصونها ويحفظ عشرتها ويكرمها ولا يهينها يحافظ عليها ويأمن على ابنته معه أن يخطب هذا الرجل لابنته ليس عيبا وليس تقصيرا وليس انتقاصا من حقه ولا من حق ابنته أبدا مع مراعاة كافة الحقوق ومراعاة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حسن المعاملة وحسن العشرة وهو الأساس وهو الأصل الذي تقوم عليه الحياة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهدوء والسكينة والطمأنينة في حياتنا وفي سائر بيوتنا اللهم أمين وأن ينزع شيطان الفرقة فيما بيننا اللهم أمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته